للحديث عن التطورات الأخيرة في لبنان معنا من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الأستاذ طارق شندب أستاذ طارق بداية مرحبا بك أنتم كلبنانيين بداية يعني كلبنانيين كمواطنين لبنانيين كيف تنظرون إلى إيران كيف تنظرون إلى تصريحات وزير خارجية إيران الذي يقول إنه نحن كإيرانيين لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان ولن نسمح بأي دولة أجنبية تتدخل في لبنان يعني حديثة وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان هو ملحات للوقت وتضييع للحقائق وهذا ما أجمع عليه جميع المحللين السياسيين ورجال الدولة في لبنان الذين يعرفون أن إيران هي من تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي عبر دعم ميليشيات خارج عن انتغر القانون وعبر مدها بالسلاح وعبر مدها بالأموال وهذه باعترافات المسلمين الإيرانيين مرارا وتكرارا وتفاخرهم بذلك وكذلك تفاخر ميليشيا حزب الله الإرهابية بهذا وتفاخر أي منها العام بأنه جندي من جنود الولي الفقية وهذا الأمر معروف للقاصي والداني تصريحات عبداللهيان اليوم في بيروت هي من نوع الأكاذيب المستمرة التي تطلقها الخارجية الإيرانية وهو نوع من الكلام الدبلوماسي أمام وسائل الإعلام فيما الحقيقة يعرفها كل اللبنانيين وكان في المؤتمر الصحفي الذي عقده عبداللهيان كان واضحا صورة الإرهاب قاسم سليماني على يمينه وهو الذي كان يدير ميليشيات الفيلق القدس والإرهابي من بيروت إلى سوريا إلى صنعاء وهذا يعطي دلالة كبيرة على التدخل الإيراني في الشأن اللبناني باختصار أستطيع أن أقول لك أن لبنان هو تحت سيطرة الميليشيات وبالأخص سيطرة ميليشي حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران وهذا أمر يعرفه الجميع كيف يمكن أن تكون هناك تناقضات في التصريحات عندما يقول وزير الخارجية أن إيران لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني في حين القاصي والداني يعلم بأنه يقوم بتقديم الدعم إيران تدعم حزب الله في لبنان وزير الخارجية اللبناني هو وزير في حكومة ميليشيا حزب الله اللبنانية وهو يعمل وفق الأجندات حزب الله وكل الحكومة اللبنانية تقضع لسيطرة ميليشيا حزب الله وما حصر في مجلس الأمن البارحة عن تمديد للكرار 1701 ومحاولة للسلطات اللبنانية تغيير مضمون القرار هو كان لصالح أو محاولة منهم لصالح ميليشيا حزب الله ووزير الخارجية هو يتكلم باسم حزب الله وهذا الأمر معروف كذلك لدى السياسين اللبنانيين وللأسف هناك محاولة لتعامية الأمور ولكن المجتمع الدولي يدرك حقيقة الأمور وما تقوم به ميليشيا حزب الله بغطاء الحكومة اللبنانية لا يستطيع الحكومة اللبنانية أن تقوم بأي عمل دون أخذ رأي أو موافقة أو مباركة زعيم الإرهاب في لبنان حصل مصر الله وهذا ما جعل المجتمع الدولي كله يعرف أن وزير الخارجية اللبناني أو غيره هم بالنهاية موظفون عند حزب الله بأسماء مختلفة منها سنية ومنها شيعية ومنها غير ذلك وبالأقص وزير الخارجية الحالي طيب أستاذ طارق في ذات الإطار ما تدعي لتجديد وجود قوات اليونيفيل لعام آخر اليونيفيل موجود في لبنان منذ زمن طويل وتم تعديل القرار وأصدر قرار 1701 بعد حرب تموز عام 2006 بين لبنان ودولة إسرائيل المحتلة وبالتالي هذا القرار الذي أوجد نوع من فصل النزاع وجعل حدود تحرك قوات اليونيفيل بين نحر الإيطاني والخط الأزرق أي الخط المرسوم بين لبنان وفلسطين المحتلة وفي كل مرة تلجأ بالإشياءات حزب الله إلى الاعتداء على قوات اليونيفيل ومنعها من القيام بمهامها وكان آخرها منذ حوالي سنة عند مقام القتل أحد جنود الكتيبة الإرلندية التابعة للأمم المتحدة حاول لبنان في هذه المرة عدم إعطاء صيغة ضديدة لتجديد لقوات اليونيفيل التي تقوم بواجبها بتبط الأمن على الحدود اللبنانية ومنع حالات تدهور الأمن بين لبنان والعدو الإسرائيلي ولكن الخارجية اللبنانية بطلب رسمي منها وليست بطلب بأوامر بالحزب الله كانت تحاول تجميد أو تخفيف صلاحيات اليونيفيل الأمم المتحدة والدول الكبرى كانت واعية لهذه المطالب وأعطت صلاحية تامة لقوات اليونيفيل بالتحرك دين التنسيك مع أي أحد لأن عملية التنسيك مع قوات لبنانية أخرى يعني جعلت كثير من الشك يدور حول من يتحكم بهذه القوات أو الأجهزة في لبنان هل هو حزب الله؟ في إشارة واضحة من قبل الدول الكبرى لهذا الأمر لذلك الجميع في مجلس الأمن والدول الكبرى وجميع أعضاء مجلس الأمن يعرفون أن حزب الله هو المتحكم بالقرار السياسي وبالقرار الأمني في لبنان وبالتالي إعطاء أو تشديد القرار 1701 الذي ينص في مندرجاته بشكل أساسي على تطبيق القرار 1880 و 1559 الذي ينص على نزح سلاح جميع الميليشيات وبالأخص ميليشي حزب الله وهذا الأمر الذي يزعج حزب الله وتحاول الحكومة حزب الله أي الحكومة اللبنانية التخلص من هذا القرار وهو لم تستطيع أن تفعله سنطرق ثمت معلومات تتردد وأنباء تتردد عن اتفاقات سرية بين حزب الله وإسرائيل يعني ما صح حد ذلك؟ صحيح مئة في المئة نحن عندما نسمع كلام المجموعات الإرهابية التابعة لحزب الله وإيران وعن أنهم سوف يقومون بتحرير القدس وأن فيلق القدس سوف يقصف ويحتل المدن الإسرائيلية وغيرها نرى العكس على أرض الواقع نرى أن هذا الفيلق الإرهابي لم يقتل إلا المسلمين السنة في سوريا وفي العراق وفي اليمن ولم يحتل إلا المدن السنية ويدمرها ما حصل في لبنان أن هوكشتاين المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية سابقا بين لبنان والعدو الإسرائيلي هو أحد ضباط الموساد وهذا معروف لدى الحكومة اللبنانية ولدى حزب الله وهو الذي أبرم الاتفاق بين حزب الله بين قوسين الدولة اللبنانية وبين العدو الإسرائيلي الاتفاق البحري وموضوع الغاز والتنقيب عليه وبنفس الوقت الآن يتفكون على موضوع الترسيم البري وبالتالي حزب الله يقول في العلن أنه سوف يدمر إسرائيل وهي كدمة العداء لأمريكا فيما هو عبر وسيط من الموساد يقوم بالتسوية لصالح حزب الله ولكي يحصل مكاسب مادية على حساب ودماء الشعب اللبناني وعلى حساب الفلسطينيين أصحاب الأرض المحتلة من قبل إسرائيل كيف يمكن لحزب الله أن يقبل بترسيم الحدود البحرية ويتنازل عن قسم كبير منها ويقبل بها فيما هي ليست ملكا لا للعدو الصهيوني وليست ملكا لتلك الفئة الطاغية وإنما ملكا للشعب الفلسطيني وهو يدعي محاربة إسرائيل ومحاولة تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني التعاون بين حزب الله وإسرائيل من تحت الطاولة وبين إيران وإسرائيل من تحت الطاولة أمر مفروغ منه وما يحصل في سوريا هو أكبر دليل على ذلك في المحافظة على نظام بشار الأسد وفي الدفاع المستميد عنه على حساب دماء الشعب السوري شكرا جزيلا أستاذ طارق شندب كنت معنا عبر سكايب من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي